الدعامة المارنة دي ايه الدعامة المارنة؟ عشان كتير بيقولوا هي شكلها ايه؟ هي عبارة عن جوة فيها زي الأنبوبة اللي هو القلم الحبر كده القلم الجاف عبارة عن ساق معدنية بيتبقى مثلا من الصول بالتيتانيوم النتينول الفضة يعني معادي لها القدر على التاني يعني مارنة شوية وبتبقى محاطة او مغلفة بطبقة من السيليكون او البوليوريسين او مواد ما بتتفعلش مع الكاسة ايه وبساطة بتشتغل ازاي؟ انها بتخلي العضو يتفرد والتاني حسب الطبط يعني ايه؟ انا مثلا ماشي في الشارع بيبقى تاني العضو كده دور على التخاب طبع لابس البنطلون ومش باقي الخاج خالص وماشي عادي رايح جاي ما فيش قدنة مشكلة عاوز يمارس العلاقات الجنسية او يخش الحمام بيروح فرد القضية خلص بيروح تانية تانية دعام دي طبعا لها مميزات اول ميزة انها بسيطة ما بيحصلش فيها اعطار تركبها سهل سعرها اقل من النوع التاني اللي هو هيدروليك وده السبب الاساسي الانتشار عيبها ايه؟ هم يعني فيه ناس بتقولك ان عيبها ان هي بتخلي طول العضو الزاكرة ثابت في الارتخاء والانتصاب يعني هو كده انتصاب وكده ارتخاء الطول نفسه ثابت لكن ده مش عيب من وجهة نظامها هو العيب الاساسي لها من خلال شغلنا يعني وخمرتنا لما يكون العضو الزاكرة طويل ليه؟ لان انت لما يبقى عندك العضو الزاكرة المتوسط مسلا هيبقى الجزء المتن كده لكن لو العضو الزاكرة طويل بيبقى الوضع كده طبعا عشان الرجل يولبس ده بتعمله مشكلة في لبس البنطرون او الجينس مش هيعرف البنطرون او الجينس اولا ثانية بالنسبة للبنطرونات التانية بتبقى تبقى عمضة دي ما بتفرقش في المجتمع على طلبه ولكن في المجتمع الشكل طبعا بتفرق كده يبقى اذا المريض اللي عنده العضو طويل وده غالي ما بيبقى في الماسات 13 يعني من خلال خبرتنا الشخصية يعني في الشكل طبعا لما بيبقى العضو طويل يبقى في الحالة دي بحاول ان انا ابعد عن المرنة ما عدا حالات عادة تمشي يعني ساعات بيكون العضو الحاجب كبير ولكن الطول مش كبير القطر ما بيفرقش معانا خالص اللي بيفرق معانا الطول والطول الزار بالنحيانا يكون العكس المطول الداخلي كبير بالنحيانا يكون العكس المطول الداخلي كبير موسيقى